والله سلامك الله تشوف المهن كثيرة ونشجع الشاب والشاب على سلوك هذا الدرب والتنويع يعني أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا أصحاب مهن وحرف فكلهم رعى الغنم وهذه مهنة ومنهم من كان في النسيج ومنهم من كان في الحدادة كداود عليه السلام ومنهم من كان في البناء كإبراهيم وإسماعيل عليه السلام ومنهم من كان في كثير من المهن مورسة من قبل الأنبياء مع رسالتهم يعني هو يعمل يكد على عياله وكد لكن الرسالة أيضا موجودة إذن الواحد يسلك هذا الدرب سواء رجالا أو نساء أمنا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أيضا في التجارة فالتجارة في شيء حلال وفي شيء حرام فالشيء الممنوع يعني ما هو فيه محرم والشيء الحلال حلال عي على الفلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر